مجدداً يريد اسم دولة الإمارات في تقرير أممي مقروناً بدعم الفوضى والتمرد وتقويض الشرعية في اليمن حيث ورد في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إشارات إلى القوات المنفلتة المدعومة إماراتياً كقوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية وقوات النخبة الحضرمية وقوات الساحل الغربي باستثناء قوات أمجد خالد وجماعة أبو العباس وهي قوات في مجملها تخضع لسيطرة دولة الإمارات وفق التقرير التقرير الأخير لفريق الخبراء بات شكل من أشكال التوثيق الدقيق لممارسات الإمارات ضد الشرعية ليشكل واحدة من أهم الوثائق التي تدين الإمارات وتثبت تورطها في انتهاك سيادة الدولة اليمنية وتقويض شرعيتها يقول التقرير إنه في الأول من أغسطس قتل العميد منير اليافعي المعروف بأبو اليمامة ورغم تبني الحوثيين للهجوم إلا أن فريق الخبراء لم يتمكن من ملاحظة أي مؤشر يدل على ذلك ويرى الفريق أن هاني بن بريك استخدم سلطته بصفته نائب رئيس المجلس الانتقالي بتعبئة جماعته المسلحة لتقويض سيطرة الحكومة وسلطتها في عدن وأبيان تحت مبرر الانتقام لأبو اليمامة ولم يخلو التقرير من الإشارة إلى تورط بن بريك في تصفية أبو اليمامة الذي لم يكن سوى مجرد خطوة لتصعيد الانتقال ضد شرعية الدولة أهم ما أورده التقرير في هذا الجانب هو نقطة التحول الكبيرة في معركة الإمارات ضد الشرعية والتي حدثت في أواخر أغسطس حين شنت قوات الإمارات الجوية غاراتها على الوحدات العسكرية التابعة للجيش رغم التوقيع على اتفاق الرياض إلا أن الأمور لم تكن في صالح الشرعية وساهمت في تقويض سلطة الحكومة على الأرض كما أورد التقرير وما تجلى واضحا في موقف هاني بن بريك الأخير والرافض لتنفيذ اتفاق الرياض هو يد الإمارات الداعمة للفوضى في الجنوب يعد التقرير وثقة أممية تستطيع الحكومة الشرعية من خلاله بناء مواقف أكثر حزما في الملفات المتعلقة بالأزمة أو على الأقل استقطاب المواقف الدولية المؤثرة لصالح بقائها كآخر خيوط الدولة ترجمة نانسي قنقر